بنعيش الأيام دي في الأمة الإسلامية ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أغلب أقوال أهل العلم أو على كثير من أقوال أهل العلم من 12 ربيع الأول يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم والدول في العالم الإسلامي من مئات السنين بتحتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ولكن كل سنة بتعدي علينا بيجي يوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام بيدور جدل ما بين الناس وبعضهم ما بين المسلمين وبعضهم الكل محب للنبي عليه الصلاة والسلام محدش يقدر ينكر كده الكل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ونفسه يمشي على خطى النبي صلى الله عليه وسلم لكن يدور جدل ما بين المسلمين نحتفل ولا ما نحتفلش اللي بيحتفل بيقول هي دي هادي السلف والسلف كانوا بيحتفلوا يا جماعة والتاني يقولك لأ ما كانوش بيحتفلوا وبعدين اللي بيحتفل يتهم اللي ما بيحتفلش انه ما بيحبش النبي وبعدين إلا ما بيحتفلش يتهم اللي بيحتفل إنه هو مبتدع فقلنا طب ما تيجي نرجع للسلف وتيجي نرجع نشوف ونتعلم مع بعض وإحنا يا جماعة خطوة خطوة في خدعوك فقالوا بنأسس نفسنا ونصلح المفاهيم الخاطئة اللي ممكن يكون الواحد تربع عليها سواء سمعها في بعض المجالس مفهوم غلط سمعها في بعض المواد الدينية اللي ممكن تكون بتطرح عليه سمعها من واحد صاحبه المهم إن الواحد معلومات كتيرة بتكون ذهنه وبتكون عقله ممكن تبقى معلومات خطوة طب نعمل يا جماعة قالك أنت علشان تقرب لربنا لازم تمشي على القرآن والسنة بفهم السلف فهم سلف الأمة ما تفسرش القرآن والسنة وتفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعقلك ولكن امشي وراء الناس اللي الأمة شهدت لهم إنه هم العلماء اللي بيوصلون لربنا سبحانه وتعالى فقلنا عشان نحل المشكلة دي طيب تعاو نرجع مع بعض لهدي السلف ونشوف العلماء في السنين اللي فاتت في مئات السنين اللي فاتوا وكانوا بيعملوا إيه بحيث إن إحنا محدش فينا يبقى عنده نوع من القلق سواء بيحتفل أو ما يحتفلش تعالوا بنا وبين بعض في القعدة البسيطة دي نفضل النزاع ده على الأقل في أذهننا علشان بعد كده نبقى منقرب لربنا من غير تشويش ولا خلاف هسيبكم تصلوا على سيد المحبين والمحبوبين نشوفكم بعد الفصل إن شاء الله